يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس اسقيني وملم اسقيني تاني اسقيني تاني من الحب منك من نور زماني اسقيني يا اللي من يوم ما شفتك حسيت كأنني خلقت تاني حسيت كأنني خلقت تاني عندي واحد سنجل ديني كنت عدخل رشوف رمضان كان متوزع كريم سلاوي والألحان ديالي وكلمة منطقة سعيساوية ديال الملحون محدة فانا حاولت نطورها وندرت منها ملحن جديد وصوت واحد الأغنية وتتمنى تنال إعجاب للجمهور صعب نصنف الكراسي اللي أنا كنغني جميع الأنوان وتربيت على بزاف ديال الأدواق فنية ما نقدرش نصنف الكراسي فين كنكون بحكم الانتماء ديالي ممكن ل المدينة مكناس المعروفة بالملحون وبطراب الأندلوسي فانا ممكن كنميل لهذا اللون ولكن ممكن نكون كنعطيف ألوان أخرين كتر كأي فنان كتبدأ مع الموهبة هي اللي كتسوق الفن بديت طبعا بالسمع كنت نستمع الأغنية ودى كشو ملت الكل موهبة طربي لم ناحية لف الأغنية الشرقية لم الملحون ديالنا لم الطرب الأسيل ديال المغربي ديالنا يعني هكا تربت عندي أذن موسيقية موسيقى لإشهار أنا ممشيتش ليه هو اللي جا عندي بحكم أنني كنت كنت تكنيسيان دوسون في استوديو فأنا تقني صوت وشتغلت في المدة طويلة فلهذا كتسبت تقنية صوت وتقني ديالتسجيل والمونتاج وهذا فتحت لي فرصة أنني بحكم أنني كنغني تحت لي فرصة أنني نغني إشهار في ألفين ممكن وغنيته بامتياز الحمد لله تيدو يعني إشهار وشاركت في عدة أعمال إشهارية كبيرة الحمد لله في التلفازة وفي اللا غاديو لونك الإشهار هو اللي جا عندي أنا ممشيتش عنده وبحكم أنني كنت لك أني إشهار حتى هو ماشي غيغي نق وطريقة طريقة إلقاء وطريقة كيفاش تعملي مع الإشهار كيفاش تكوني القيماس ديالك وانتي تتغني باش الناس كتسمعك كتت تحس بك كيفاش ديره واش فرحانة أو لا بقلقة أو لا دونك كان عندي الحمد لله كتسبت هاد هاد تجربة وهاد تقنية بحكم الممارسة لا ماشي فلوس كتر من الغناك هي تجربة وصع فيه أما فلوس ما نضنش يعني ماشي بزاف الناس ما بشيش غالطة دونك كيكون غير ممكن لالكتراء أو الخفاء اللي ما كيعرفوش الناس ما تتكونش أي حاجة دازت في التلفازة فهي اللي هي اللي كتتخلص ممكن كيكونوا ديماكات كيكونوا إشهارات اللي ممكن يدوز لها في التلفازة لها في الغاديو كيكونوا غير أن فيلم يعني كيدوز غير غير وسط الشركة كيكونوا في حداتها أولا في حفلة ديالها أولا تيدوز أنسبوت بيبليسي التاغ اللي ما كيشوفوش الناس في التلفازة وفي الغاديو عندو الصنطيحة الإنسان بس يدوز في التلفازة خاصوه شو تزهر صافي سيتو والمعارف ممكن اللي عندو ناس كيعرفوه أما بزاف الناس كتستهل دوز في التلفازة وما دازتش الناس كتعرفوهم صرتو في الميدان الفني وكين ومثلا دول ناس اللي دازو يدوزوا شوية ويخليوا شوية الناس اللي ما زال ما عنداش حد أنها تدوز في التلفازة والتلفازة كان اعتبرها مشي معيار بزاف الناس اللي كتعرفو كتدوق الفن كان الناس اللي ما دازوش في التلفازة وتيستحقوا أنهم يدوزوا في الأوبيرا مشي العيد والدخول المدرسة هما المعيار بكثرة ما أن التقافة ديال المغاربة فحنا أولينا كلمة الأوروبيين أكثر يعني في العطال ودكشي الناس كتبشي تصافر وكتبشي تبرفتي في في الكنجي ديالها ما كتديرش عرص باش تحرق العرص ديالها باش تحرق الكنجي ديالها و الوقت ديال استمتاع ديالها و السافر فأغلبية الناس لديمطبقة متوسطة ولا الغنية ولا حتى الفقيرة كتبشيه كتبشي لهذاك لهذاك الكنجي باش بشي تدوز فيها باش بشي تدوزوا علابرة مثلا او لا تصافر وسط او لا خارج المغرب ما كتتتبشيه تكون داني شرصها باش تدير عرص فالشهر وتكون داني السميتو ديالها الكنجي ديالها كامل كيف تشاهدون العرس؟ أجواق معينين تكون الجوك مخضرم تغني أي حاجة تأنيمي لسواري دو أجسك ذات أما بالنسبة للناس المعرفين هكا مثلا الإستاغ ممكن كيكونوا ضيوف على أعراس باش يدوزوا دينمغوا هكا فوقت واجزوا وتمشوا كيكون على العموم الأغلبية كيكون تقريبا نفس الضوق حتى في الأول كيكون الجوك هو اللي كيحكم على الحفلة يعني البروغرام ديالها وشنو غيتغنى لسيما إلا كانوا الناس مثلا من شي من شي جهة في المغرب فتكون ذك اللون ديالهم تيكون غالب في العرس مثلا إلا شفنا مثلا هلفاز كيكون عندهم أغاني خاصة بهم ذك شي هذا أو لا شلوح أولا مثلا أعربيات يكون عندهم شعبي زايد على حسب كل كليانه وكيفاش كيفاش كيبغي يشوف العرس دياله طبعا هلشي كيكون شروط قبل ما يكون العرس بعض الطريف اللي كاتوا قاعدين في العرس بزاف منها طريفة وقعتوا البارح أنا واحد للا صال كانت كان فيها عرس والناس عاطين لزافونس وكل شي فكل شي كان حاضر تريتور وميزون بلاس نقافة وقفة عساوا الاب ياسمونت المصور وقفة لجوخ خدام ما يجاوش الناس خلوا نسمحوا في العربون ومشاوا البلاس آخرى هيا هيا جاية تصفر وتخدر ايو ليدي هيا هيا ليحسل فعلي زار هيا هيا حيت معشوقه في النور ويمشي ويجيب حشوق دياج لود